موسيقى السلام عليكم نشرة الأخبار عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين المجلس الأعلى للدولة ينفي مناقشة اجتماع روما لإعادة تشكيل الرئاسي ويقول إن النقاش اقتصر على إمكانية إجراء تعديل على الاتفاق وكتلة السيادة تدعو لجلسة طريقة لمناقشة ما وصفتها بتصرفات عدل صالح الفردية فتح الطريق الرابط بين ترهونة وبنوليد والتوقيع على اتفاق بشأن ضمان عدم إغلاقها بين المدينتين وبلد ترهونة يؤكد دعمه للمصالحة الوطنية واستقرار ليبيا وفد حكومة الوفاق المكلف بالتهدئة في الجنوب يبدأ اجتماعاته في وادي لبوانيس وبن نايل يشترط تمركز قوة المحايدة بقاعدة تمنهنت مقابل السحاب أهلا بكم نفى مصدر رؤم رئاسة المجلس الأعلى للدولة أن يكون لقاء روما بين رئيس المجلس عبد الرحمن السويحلي ورئيس مجلس النواب عقيل صالح قد ناقش إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وأكد المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن لقاء صالح والسويحلي كان تمهديا وطرح إمكانية إجراء تعديل على الاتفاق بهدف تعزيزه وتذليل العرقيل التي تحول دون تنفيذه ذلك إضافة إلى مناقشة سبل معالجة المختنقات التي تعيشها البلاد كما نفى المصدر أن يكون رئيس مجلس النواب قد قدم أي مقترحات لتعديل الاتفاق السياسي هذا وكان مصدر مطلع قد كشف لقناة ليبيا لكل الأحرار أن رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى لدول عبد الرحمن السويحلي يتجهان نحو الاتفاق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وعضف المصدر نفسه أن صالح اقترح خلال لقاء روما أن يتولى مجلس النواب عند إعادة تشكيل المجلس الرئاسي تسمية الرئيس وأحد نائبيه فيما يتولى المجلس الأعلى للدولة تسمية النائب الآخر على أن يتم استبعاد رئيس المجلس الحالي فيز السراج من التشكيلة القادمة للمجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة يأتي ذلك فيما أكد المصدر المطلع لقناة ليبيا لكل الأحرار أن صالح وسويح للاقش أيضا في روما مقترحات مجلس النواب لتعديل الاتفاق السياسي وأضح المصدر أن المقترحة يشترط أن ينفرد مجلس النواب بصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدم المساس بمنصب القائد الأعلى للجيش مع إمكانية مشاركة الطرفين في تسمية شخصية لمنصب رئيس الأركان العامة وأشار المصدر نفسه إلى أن السويح لطلب مهلة لمناقشة هذه المقترحات في العاصمة رابلس قبل أن يعطي رده بالموافقة عليها أو رفضها في سياق ذلك أفاد عضو مجلس النواب صالح فحيمة أن كتلة السيادة الوطنية دعت لعقد جلسة طارئة لأعضائها غد الأحد لمناقشة ما سماها بالتصرفات والقرارات الفردية لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأضاف فحيمة في تصريح لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الجلسة ستناقش أيضا لقاء رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي دون علم البرلمان إضافة إلى أسباب منع الأعضاء من استعمال مقر مجلس النواب الأسبوع الماضي هذا وقال عضو مجلس النواب صالح فحيمة في نشرة سابقة أن رئيس المجلس عقيلة صالح يتصرف منذ مدة بشكل فردي وينشو هيئات ويمثل المجلس دون الرجوع إليه أو أخذ الإذن من أعضائه على حد قوله يأتي ذلك أيضا في معتب رفحيمة عبر قناة ليبيا لكل الأحرار أن عقيلة صالح يحاول أن ينتزع صلاحيات مجلس النواب مضيفا أن مجمل أعضاء المجلس الذين لا يعترفون بالمجلس الأعلى للدولة يمتعدون من تصرفات عقيلة صالح قائلا إنه لا خيار أمامهم إلا مباركة أي حل وفقا لمبادئ مجلس النواب ويسهم في حل الأزمة أغلبية أعضاء مجلس النواب لديهم بعض الامتعاض من هذا اللقاء كونه لم يكن معلنا وبعد أن هدأت هذه الغضبة صحت التسمية بدأت الأمور تكشف أعضاء مجلس النواب في غالبيتهم يرحب بأي لقاء من شأن أن يلملم الشمل الوطن للأسف غالب مجلس منذ فترة يتطرف بشكل فردي لا يرجع لمجلس النواب في تصرفاته يعني يحاول أن ينتزع صلاحيات مجلس النواب لتكون له وحدة من جهة أخرى قال وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني عبد الحميد النعمي في تصريح لقناة ليبيا لكل الأحرار إن الأطراف المشاركة في لقاءات روما لا تمثل قطبي المشهد الليبي حسب قوله طالب النعمي بانتقاء أطراف حقيقية في النزاع في ليبيا معتبرا أن الأطراف الإقليمية والدولية مصرة على خلق أطراف مصطنعة والحوار معها للخروج بتوافقات معهم حسب وصفه كما نوه النعمي إلى أنهم يحيون كل جهد مبذول من أي قيادات في المشهد لتدارك الوضع الليبي مثمنا في السياق ذاتها المواقف الدولية والأقليمية في هذا الصدد ومنها المساعي الإيطالية الأطراف الإجتمع أو الطرفين الإجتمع في روما لا يمثلان قطبي المشهد الليبي يمثلان قيادات لديهم مكانتهم لديهم دورهم في نظرنا يجب أن يتم أولا المؤسسات الشرعية المنبتكة على الانتخابات ابتداء من المؤتمر الوطني والمجلس النواب وحكومة المققة وحكومة الانقاذ وفيما بعد طبعا نتوجه إلى القوى الموجودة على القرض ابتداء من طيار الكرامة طيار فجر ليبيا طيار البنيان المرسوس طيارات موجودة وعندها وجهة نظر ويجب أن تكون شريكة في صنع الحوار رأى الناشط السياسي أحمد الروياتي في مداخلة سابقها أن الإشكالية الحالية تكمن في بعض الشخصيات التي تتعامل مع الأوضاع بتضارب وتناقض في المفاهيم التي تسوق لها متسائلا عن طبيعة رقاء روما الحالي للحديث عن أي تأثير في حل الأزمة باعتبار أن رئيس مجلس النواب عقيل صالح لا يعترف بالمجلس الأعلى للدولة حسب قوله لكن تظل الكرة في ملعب البرلمان هل البرلمان يتعامل الآن وفق الاتفاق السياسي أي أنه يعتبر أو تعتبر الأقلية الرافدة للبرلمان وهي كتب السيادة الوطنية ومجموعة الرئاسة موافقة على ما تم عليه من توقيع الصخيرات حتى السعى أي أنهم يسيرون وفق بنود الاتفاق السياسي المعروف أم أنهم يتعاملون كطرف إلى الآن خارج موضوع الاتفاق السياسي إذا كانوا كطرف خارج موضوع الاتفاق السياسي بعد قد أنه لا يعد هذا الاجتماع اجتماع بين قيادين وحاولا تقريب وجهة النظر من جهتها اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر أن الاجتماع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى لدولة عبد الرحمن السويحلي مشجع وصف كوبلر عبر صفحته على موقع التواصل للاجتماع فيسبوك الاجتماع بالخطوة الجيدة التي يبنى عليها في الدفع نحو تنفيذ الاتفاق السياسي في السياق ذاتها أوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر أن هناك ثلاث نقاط مطروحة للنقاش والتعديل في الاتفاق السياسي وهي تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء بدلا من تسعة إضافة إلى موضوع تسلسل القيادة في الجيش الليبي ودور خليفة حفتر وكذلك فصل مؤسسة الرئاسة عن رئاسة الوزراء وأكد كوبلر في تصريحات صحفية أن اتفاق السخرات ما زال الإطار العام المجمع عليه للعملية السياسية داخل ليبيا وخارجها محذرا من انزلاق البلاد إلى صراع واسع النطاق بسبب تصاعد العنف دعا البرلماني الإيطالي أليساندرو باغانو رئيس وزراء بلاده باولو جنتلوني إلى لقاء مع قائد عملية الكرامة خليفة حفتر ونقلت وكالة أكي الإيطالية عن باغانو تغريدته على تويتر قائلا إنه لا يوجد حاليا ما يمنع أن يلتقي جنتلوني بحفتر في ظل الترتيب للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع سراج وحفتر في يونيو المقبل بواشنطن بحسب قوله وأوضحت وكالة أكي أن هناك أنباء عن وجود نية لدى الإدارة الأمريكية لتقديم دعوة مشتركة للسراج وحفتر لزيارة واشنطن في غضون الأسابيع المقبلة شدد رئيس حزب العدلة والبناء محمد صوان على عدم وجود بديل عن الاتفاق السياسي إطارا وحيدا للعملية السياسية في ليبيا وأضف صوان لوكالة أكي الإيطالية أن المعارضين للاتفاق لم يقدموا مشروعا بديل معتبرا أن ما وصفها بهيمنة أقلية على قرار مجلس النواب والتدخلات الإقليمية إضافة إلى تراخي المجتمع الدولي لعبت جميعا دورا في عرقلة الاتفاق وأوضح صوان أن العدالة والبناء كان له الدور الأبرز في دعم الاتفاق السياسي ومشروع الوفاق الوطني مشددا على تمسكهم بالسعي لإنهاء الانقسام ودعم مساعي السلم والمصالحة وتحقيق الأمن والاستقرار كما توقع رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان أن تتجه الأوضاع في ليبيا نحو التهدئة وحل حالة الأزمة الراهنة في البلاد وأشار صوان في تصريحاته لوكالة أكي الإيطالية إلى أن الإعلان مؤخرا عن توافق أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يمثل بارقة أمل في عبور البلاد إلى بر الأمان معتبرا أن حفتر كان سبب الانقسام الحاصل في البلاد وأنه المسؤول عن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا بحسب قوله من جهة ثانية دعا رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل كل الأطراف الفاعلة من قوى عسكرية وكيانات سياسية ومشايخ القبائل ومن سماهم بأتباع النظام السابق دعاهم للاجتماع على مشروع حقيقي لنزع السلاح ودمج الشباب في مؤسسات الدولة وتفعيل القضاء وإنجاز المصالحة الوطنية لإزالة العوائق أمام إعادة بناء الدولة كما أضاف جبريل في كلمة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الوقت مناسب لتحقيق هذا الهدف مع ترسيخ القناعة لدى كافة الأطراف بعدم جدوى الحل العسكري مشددا على أن الحل بيد الليبيين وحدهم في موضوع آخر قال عضو لاي التأساسية لسياغة مشروع دستور عبدالقادر كدورة أن دستور ليبيا القادم يجب أن يحول دون عودة ديكتاتورية بأي شكل من الأشكال وأضاف كدورة عبر صفحته على فيسبوك أن الدستور القادم يجب أن يضمن التوزيع العادل للمشروعات بين مناطق البلاد وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف الإدارية والدبلوماسية إضافة إلى البعثات الدراسية وتسأل عضو الهيئة السيسية لسياغة مشروع الدستور عما إذا كان المقترح الأخير لللجنة للتوافقات الدستورية قد تضمن أي من هذه النقاط أكد مدير مكتب الإعلام بالمجلس البلدي ترهون محمد سعيد فتح الطريق الرابطة بين المدينة وبنوليد بعد إغلاقها في وقت سابق لافتا إلى أنه تم التوقيع على اتفاق بشأن ضمان عدم إغلاقها بين المدينتين وأكد بلدي ترهون في بيان الله حول آخر المستجدات في المدينة وقوفه ضد أي أعمال إرهابية تهدد الأمن والاستقرار ودعمه للمصالحة الوطنية واستقرار ليبيا وطالب البيان المجلس الرئاسي بضرورة تنفيذ ترتيبات الأمنية وفق الاتفاق السياسي مشيرا إلى دعم جهود حكومة الوفاق في محاربة الإرهاب والهجرة غير نظامية والتزامه بدعم الوفاق السياسي كما دعا بلدي ترهون رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر للقيام بزيارة إلى المدينة والاطلاع على حقيقة الأوضاع فيها قالت قوات البنيان مرصوص خلال لقاء صحفي عقب عودتهم من زيارة رسمية إلى موسكو قالت إن الموقف الروسي تجاه ليبيا تغير بعد توضيح حقيقة الحرب على الإرهاب وأوضحت قوات البنيان مرصوص أن وفدهم أثبت للمسؤولين الروس أن القوات التابعة لهم هي التي تحارب الإرهاب وأنهم لا يحملون أي أجندات أو أفكار مشيرين إلى رفضهم للحكم العسكري في ليبيا كان فيه تفاهم كان فيه نوع من الإعجاب بالمعلومات وبنقل الصورة اللي هي نقدر نقول إنها كانت غايبة على الجانب الروسي أو كان فيه تعتيم وبالتالي هذه تعتبر إن شاء الله نجاز كبير تم تحقيقها اللي هو يعني نقول إحنا إزالت الغشاوة أو عدم الوضوح على موقفنا تجاه الحرب على الإرهاب تجاه بناء دولة المؤسسات قد قطعنا الطريق أمام الكثير كثير من كانوا يتوقع من كانوا يضلون أنفسهم بأنهم هم الوحيدين الذين يحاربون الإرهاب قد طال حجريا عند الروس وغيرهم وجميع القروات العلمية التي نقلت ذلك بأن هناك رجال يحاربون الإرهاب في سرط عادت 150 عائلة نازحة إلى العمرات 600 واحدة سكنية منذ يوم الخميس الماضي قال أعضو لجنة عودة العائلات النازحة إلى سرط عبدالعزيز الشجماني في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار إن اللجنة قامت بالتنسيق والتعاون مع سرية فك الألغام التابعة لعملية البنيان المرصوص لفك الألغام وتنظيف المنطقة من المتفجرات والجثث الموجودة بها وأضاف الشجماني أن مختلف الخدمات متوفرة بالمنطقة كالماء والكهرباء بعد أن تم التنسيق مع مختلف الشركات والأطراف الرسمية منذ مدة بالتعاون مع عناصر من البنيان المرصوص بحث عمداء بلديات سبها والجفرة والشويرف ومرزق وبراك الشاطي وبنت بيا وقرد الشاطي بحثوا جميعا مع وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بدات جنسو وضع خطة لتأمين الجنوب وبناء قوة موحدة بالمنطقة وأضاف عمد بلديات سبها حامد الخيال لقناة ليبيا لكل الأحرار أن بحث كيفية حل المختنقات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة كانت أيضا من أبرز محاول الاجتماع الذي يتواصل منذ يوم أمس بين مختلف الأطراف في المنطقة الجنوبية من جهتها أكد عمد بلديات مرزق إبراهيم محمود لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اللجنة تواصلت مع عيان الجنوب والمجلس البلدي بوادي لبونيس لبحث سبل إنهاء الأزمة مشيرا إلى أن هناك تجاوبا من كافة الأطراف لتجنب الحرب وأضاف عمد بلديات مرزق أن اللجنة ستلتقي خلال الأيام القادمة مع القوة الثالثة وبالنايل لافتة إلى أن الجنوب في مرحلة وظروف صعبة وهو في حاجة للتنمية وليس للحروب بحسب تعبيره أفاد عضو المجلس البلدي سبه إبراهيم محرز بأن بن نايل اشترط في الأيام الماضية الانسحاب من محيط منطقة تمنهند مقابل تمركز قوة محايدة بالقاعدة الجوية وأضاف محرز لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اجتماعات اللجنة التهدئة بدأت مع أطراف النزاع وستعمل على تقريب وجهات النظر وإخراج المنطقة الجنوبية من الأوضاع التي تعيشها خصوصا ترد الخدمة ميدانيا قال القائد الميداني بالقوة الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب أشرف تنتون أن الوضع بالمنطقة أو بمنطقة تمنهند هو هادئ ولا وجود لأي قصف أو اشتباكات منذ يومين وأوضح تنتون لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القوة الثالثة وباقي الكتائب الداعمة لها تحتفظ بكافة المواقع والمناطق التي تم تحريرها خلال الأيام الماضية مشيرا إلى أن القوات التابعة لعملية الكرامة بقيادة بن نايل تتمركز في محيط منطقة براك الشاطي نشاطنا متواصلة وفيها بعد الفاصل وصول شحنة مالية تقدر بـ 350 مليون دينار ليبي إلى طرابلس والمصرف المركزي يؤكد توزيعها على مختلف المصارف التجارية في البلاد المجلس الأعلى للدولة ينفي مناقشة اجتماع روما لإعادة تشكيل الرئاس ويقول إن النقاش اقتصر على إمكانية إجراء تعديل على الاتفاق كتلة السيادة تدعو لجلسة طريقة لمناقشة ما وصفتها بتصرفات عقيل صالح الفردية فتح الطريق الرابطة بين ترهونة وبنوليد والتوقيع على اتفاق بشأن ضمان عدم إغلاقها بين المدينتين وبلد ترهونة يؤكد دعمه للمصالحة الوطنية واستقرار ليبيا وفد حكومة الوفاق المكلف بالتهدئة في الجنوب يبدأ اجتماعاته في وادي لبوانيس وبن نايل يشترط تمركز قوة محايدة بقاعدة تمنهنت مقابل انسحابه اهلا بكم جديد اكد مظر صحفي من مدينة البيضة العثور على جثة فتاة قال انها انتحرت شنقا باحدى دورات المياه في كلية الاداب بمجمع الشهداء في جامعة عمر المختار بالبيضة واشار المصدر الصحفي الى ان طالبة المنتحرة هي من وليد 1998 وقد نزحت من مدينة بنغازي لاستكمال دراستها بقسم اللغة الانجليزية في الجامعة هذا وقد نعت جامعة عمر المختار اليوم احدى طالبات قسم اللغة الانجليزية بكلية الاداب في الجامعة على صفحتها الرسمية على فيسبوك وقالت انها توفيت اثناء وجودها في الجامعة لكنها لم ترد اي تفاصيل غير ذلك وكانت مدينة البيضة قد شهدت مؤخرا حالة انتحار فردية وشكلت عدة لجان لدراسة هذه الظاهرة لكنها لم تتوصل الى اسباب تفشي حالة الانتحار في المدينة على صعيد اخر طالبت الغرفة الامنية المشتركة بنوليد باعادة فتح الطريق بين ترهونة وبنوليد وتوحيد الجهود بين مدريات الامن والمؤسسات العسكرية لتأمينها واضفت الغرفة في بيان لها ان قفل الطريق سبب شللا في كافة مناحي الحياة محملة المجلس الرئاسي ووزارتي الدفاع والداخلية مسئولية حفظ الارواح والممتلكات قال مساعد رئيس الغرفة محمد السولي لقناة بيان لكل الاحرار ان هناك مساعي لانهاء الخلافات التي ادت الى اقفال الطريق متوقعا ان تفضي هذه المساعي لفتح الطريق خلال اليومين القادمين وصلت الى مدينة طرابلس امس الجمعة شحنة مالية مخصصة لمصر في ليبيا المركزي تقدر بـ 350 مليون دينار ليبي قادمة من بريطانيا واوضح مصرف ليبيا المركزي عبر موقعه الرسمي انه سيقوم بتوزيع الشحنة على مختلف المصارف التجارية وفروعها في كافة انحاء البلاد مشيرا الى ان هذه الشحنة ستساهم في الحد من الازدحام على المصارف والتخفيف من معاناة المواطن في الحصول على السيولة المالية اللازمة لتوفير احتياجاته الضرورية اكد سفير ليبيا لدى ايطاليا احمد المبروك صفار خلال حفل تسليم زوارق دورية ايطالية الى ليبيا في بلدة جاياتا ان ليبيا ليست حارسا للبحر المتوسط بل جزء من التعاون الدولي لمكافحة الهجرة ومهربي البشر ونقلت وكالة اكي الايطالية للانباء عن سفار قولة ان ليبيا وايطاليا تملكان النظرة نفسها في التصدي للهجرة غير نظامية في المتوسط مضيفا ان مراكز استقبال المهاجرين في ليبيا شهدت مشاكل متعلقة بحقوق الانسان لكون ليبيا ليست بلدا مستقرا حتى الان وهو الامر الذي لا يبرر تلك التجاوزات ووعد السفير الليبي في ايطاليا بتحسين السلطات الليبية للوضع الخاص بالمهاجرين بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية هذا وقد لقي اكثر من 150 طفلا من المهاجرين غير النظاميين حتفهم خلال محاولتهم عبور البحر الابيض المتوسط باتجاه اوروبا منذ بداية العام الحالي ونقلت وكالات عن منظمة الامم المتحدة للطفولة يونسيف ان العدد الحقيقي للاطفال الذين توفوا في الاغلب يزيد عن ذلك حيث لا توجد احصائيات للاطفال الذين يموتون دون مرافقين اثناء رحلة الهرب من الحروب والظروف الاقتصادية الصعبة في بلدانهم الاصلية ختم النشرة واليكم تذكيرا بابرز ما جاء فيها المجلس الاعلى للدولة ينفي مناقشة اجتماع روما لاعادة تشكيل الرئاسي ويقول ان النقاش اقتصر على امكانية اجراء تعديل على الاتفاق كتلة السيادة تدعو لجلسة ضارئة لمناقشة ما وصفتها بتصرفات عقل صالح الفردية فتح الطريق الرابطة بين ترهونة وبنوليد والتوقيع على اتفاق بشأن ضمان عدم اغلاقها بين المدينتين بلد ترهونة يؤكد دعمه للمصالحة الوطنية واستقرار ليبيا وفد حكومة الوفاق المكلف بالتهدئة في جنوب يبدأ اجتماعاته في وادي لبوانيس وبن نايل يشترط تمركز قوة محايدة بقاعدتك من هند مقابل انسحابه المزيد من الاخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الاحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب دمتوا في امان الله اشتركوا في القناة